السلام عليكم أيها الرجال السلام عليكم أيها الأبطال السلام عليكم أيها الكرماء السلام عليكم يا مهد العلم ومهد الجهاد ومهد المعرفة السلام عليكم يا سلالة الإمام عقبة بن نافع السلام عليكم يا سلالة القاضي المجاهد أسد بن الفرات السلام عليكم يا سلالة الإمام سحنون شيخ المالكية السلام عليكم يا سلالة الطاهر بن عاشور والفاضل بن عاشور ومحمد الخضر حسين يا سلالة العلماء وسلالة الأمجاد وسلالة المجاهدين السلام عليكم يا أهل تونس ورحمة الله وبركاته والله إني أفتخر اليوم وأحتفل اليوم وأعتبر أنني اليوم حصلت على أعظم جائزة إذ نبست هذا اللبس التونسي وألقيت في جامع في تونس أمام رجال من أهل تونس فأسأل الله أن يحفظكم يا أهل تونس وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم وأن يعمر دياركم بالأمن والإيمان أسأل الله أن يجمع شملكم وأن يسر أمركم وأن يوحد كلمتكم أسأل الله أن يحفظكم من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين ومفساد المفسدين يا رب احفظهم من شر الأشرار يا رب احفظهم من كيد الفجار يا رب احفظهم من تعامٍ ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين والله إن حبكم نيجري في القلب وإني مشتاقٌ إلى رؤيتكم منذ زمنٍ بعيد وقد كنت أحاول جاهداً خلال النظام السابق أن أزوركم حتى إن بعض الإخوة وكنت قد ذكرت ذلك لبعض الأكارم من قبل بعض الإخوة لأجل أن يسر لي أن آتي وأن ألقي محاضرة قال يا شيخ سأرفع لك عنوان محاضرة بعنوان الفن عنده شك سبيب قلت له لماذا؟ قال حتى يوافق ابن علي عليه لا يمكن أن يوافق على عنوان شرعية تريد تتكلم عن أيش؟ عن الصلاة؟ عن بر الوالدين؟ عن التوحيد؟ عن القرآن؟ عن الأمة؟ لا يوافق إلا على هذا ثم حتى هذه الطريقة لم تنجح لما رأوا صورة ملتحية فنحمد الله تعالى أن عمر مساجدكم بعد خوائها ونحمد الله تعالى أن عمر المساجد بالإيمان والصلاة وأعاد الشباب والفتيات إلى صراط الله تعالى الذي قُسِروا على الإنحراف عنه فنسأل الله تعالى أن يحفظكم وأصلي وأسلم على أعظم نبي وأفضله وأزكاه نبينا وهبيبنا وقائدنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابي الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام وأسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم في جنته فقد جمعنا الله في بيت من بيوته على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا إنما اجتمعنا ذاكرين لله وإن لله تعالى ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا مثل هذا نادى بعضهم بعضا قالوا هلموا إلى بغيتكم هلموا إلى غايتكم فتجتمعوا الملائكة الكرام فرحا باجتماع المؤمنين على ذكر الله قال حتى يجتمعوا فيتزاحموا فيعلوا بعضهم بعضا فيقول الله تعالى للملائكة من أين جئتم تقول الملائكة جئنا من عند عبادك ماذا يفعلون يسبحونك ويحمدونك ماذا يرجون يرجون جنتك مما يخافون يخافون من نارك فيقول الله تعالى للملائكة أشهدكم أني أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون فنسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء ونسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه المجالس خرج عليه الصلاة والسلام يوما إلى أصحابه وإذا هم قد جلسوا في المسجد يذكرون الله تعالى فقال عليه الصلاة والسلام ما أقعدكم ما أجلسكم لما اجتمعتم قالوا قعدنا نذكر الله تعالى قال الله ما أقعدكم إلا هذا قالوا الله قال الله يستحلفهم قالوا الله قال الله قالوا الله فقال عليه الصلاة والسلام أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم أنا ما طلبت أن تحلفوا لأني شككت هل أنتم صادقون أم كاذبون لا ما لم أستحلفكم تهمة لكم لكني جئت أخبركم أن جبريل أخبرني أن الله يباهي بكم ملائكة فأبشروا بالخير أنتم اجتمعتم في بيت من بيوت الله تسمعون كلام الله ونتدارسه بيننا ونتدارس سنة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وغيرنا قد انشغل بغير ذلك فنحمد الله تعالى أن امتن علينا بأن وفقنا إلى مثل ذلك نحمد الله جل وعلا عليه أيها لحبة الكرام بعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس فانقسم الناس إلى أقسام منهم من صدق وآمن كبلال وعمار وأمه وأبيه وأبي بكر وعمر وعدد من الصحابة منهم من عذب وثبت على دينه ومنهم من صدق في داخله برسول الله عليه الصلاة والسلام لكن لم يكن عنده الجرأة أن يعلن إيمانه ومنهم من نابذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم العداء وكفر بالله العظيم أما الذين كانوا مصدقين في داخلهم فإنهم كانوا يتمنون أن يدخلوا في الإسلام يتمنون أن يكونوا من المهتدين يتمنون ويرجون أن يتركوا شرب الخمر الوقوع في الزنا ما كانوا فيه من شرك لكنهم لم يكونوا يستطيعوا أن يتخذوا قرارا شجاعا بإصلاح أنفسهم إما بسبب صحبة حولهم وإما بسبب غير ذلك وربما أعطاهم الكافرون شيئا من المغريات حتى يحول بينهم وبين ذلك أبو طالب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان محبا للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم الحب ومن شدة حبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن قريشا لما قاومت النبي عليه الصلاة والسلام وحبسته في شعب بني هاشم يعني حي معين شارع معين يسكن فيه بني هاشم وهم أبناء عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقاربه قالت قريش ممنوع أن يدخل أحد من قريش إلى هذا المكان ممنوع أن يباع إليهم شيء ممنوع أن يشترى منهم شيء فجاء أبو طالب وهو على كفره ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب يجوع لجوعه ويعطش لعطشه ويعرى لعراه ويمرض لمرضه ويخاف مع خوفه وكان أبو طالب إذا أظلم عليه الليل يأتي إلى سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يقول له يا محمد قم قم فيفتح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه يقول له ما تريد يقول قم واذهب ونم على فراشي وأنا أنام على فراشك ثم يقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب إلى فراش أبي طالب ويطجع أبو طالب على فراش النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ خوفا من أن يأتي أحد في ظلمة الليل لقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام فيريد أبو طالب أن يقع السهم والخنجر فيه وليس في رسول الله عليه الصلاة والسلام هل رأيت حباً أعظم وكان أبو طالب في داخله مقتنعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق حتى إنه كان يمدح النبي عليه الصلاة والسلام ويقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال ليتام عصمة للأرامل وكان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا طيب مادام تدري لماذا لا تؤمن قال لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا أنا أخاف أن يذمن الناس أخاف أن يقول لي أسلمت غيرت دين آبائك كما أن اليوم عدد من الشباب والفتيات يتمنى أن يلتزم بالدين يتمنى أن يعفي لحيته هي تتمنى أن تتحجب حجابا كاملا لكنه يخشى من استهزاي أصحابه يخشى من أن يتركه بعض رفقائه يخشى من أن يستهتروا به ويتكلموا عليه وبالتالي تجد أنه يتردد عن الهداية خوفا من ذلك هذا الذي منع أبو طالب واستمر أبو طالب على هذا حتى نزل به الموت فلما نزل به الموت أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه وجعل له يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وكلما أراد أبو طالب أن يقول لا قال له أبو جهل وعبد الله بن أمية عنده قالوا له يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب تترك دين آبائك وأجدادك أترغب عن ملة عبد المطلب حتى مات أبو طالب وهو على ملة الكفر والعنات وأقبل العباس يوما كما في صيح المسلم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله إن أبا طالب عمك كان يحوطك ويحميك فهل أغنيت عنه شيئا عمك مات هل أغنيت عنه شيئا فقال عليه الصلاة والسلام نعم قال فبماذا نفعته فقال صلى الله عليه وسلم كان يعني أبا طالب كان في غمرات من النار يعني نيران مثل أمواج البحر وغمراته يعلو بعضها بعضا قال كان في غمرات من النار فأخرجته منها إلى ضحضاح النار وضع تحت قدميه جمرتين من النار يغلي منهما دماؤه نسأل الله أن ينجينا وإياكم والدينا والديكم من النار ماذا يضره لو اتخذ القرار الشجاع أبو طالب وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وضرب بأصحابه وضرب بدنياه عرض الحائط ماذا يضره لكنه لم يستطع أن يتخذ قرارا بالهداية هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جعل الناس يفدون إليه من كل موطن وصارت قريش كلما علمت أن أحدا سيتوجه إلى المدينة جاءت مباشرة وقطعت عليه الطريق ماذا تريد؟ إن قال أنا ذاهب إلى المدينة لأدخل في الإسلام وقفت أمامه ومنعته بالقوة إن كان ضعيفا يوم من الأيام أقبل الأعشاء بن قيس الأعشاء بن قيس شاعر نحرير رجل غير عادي شاعر يقول القصيدة فتسير في العربي سيرا عظيما يعتبر أكبر قناة فضائية في عصره فإذا عمره قد قارب مئة سنة أقبل على بعيره من نجد متوجها إلى المدينة طالبا للهداية يقول إلى متى وأنا وصل عمري مئة سنة وأنا لا أزال أعبد الأصنام إلى متى ما أتركها الأحجار التي لا تنفع ولا تضر أنا سأعبد ربا واحدا لا شريك له وتوجه إلى المدينة طالبا للهداية عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وإذا قريش قد وقفت على طرق الناس في وصولهم إلى المدينة رأوا الأعشاء وإذا شيخ كبير وكان من شدة شوقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينشد الأشعار من ذلك قوله ألا أي هذا السائل أين يممت فإن لها في أرض يثرب موعدا نبي يرى ما لا يرون وذكره أغار لرب في البلاد وأنجد وينشد الأشعار في ذلك في مدح النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أيضا أنه ختمها بقوله إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم العرض من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله فترصد للأمر الذي كان أرصد ويمدح النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى موضع فيه مجموعة من قريش فقالت له قريش من أنت؟ قال أنا الأعشى بن قيس قالوا له ماذا تريد في المدينة؟ قال أنا سمعت بهذا النبي الذي ظهر وأريد أن أتبعه قالوا الأعشى بن قيس الشاعر النحرير نحن الآن نجد عند المسلمين شاعراً واحداً اسمه حسار بن ثابت ونحن قد تعبنا منه ومن أشعاره ويأتي أيضاً هذا ليدخل في الإسلام سيقوى شأن محمد حيل بينه وبينه نحوه ثم أقبلوا إليه وقالوا له يا أعشى ماذا تريد بالإسلام؟ هل تترك دينك ودين آبائك؟ قال ديني ودين آبائي خطأ وباطل يعبدون أحجاراً لا تضر ولا تنفع أنا إذا أردت أن أعبد رباً أقبلت إلى عبد لي وقلت اصنع لي صنماً فيصنع لي صنماً من خشب وأصلي إليه أدعوه عند مرضي أدعوه عند كربتي أناديه عند حاجتي هذه لا تضر ولا تنفع دعوني وكانوا لا يستطيعون أن يمنعوه بالقوة لأن له قبيلة وله قوم يمنعونه فقالوا له يا أعشى قال نعم قالوا إن محمدًا يحرم الزنا ها ترى أنت إذا أسلمت لا تستطيع أن تزني بعد اليوم أبداً مثل الفتاة التي تريد أن تتحجب فيقال لها ها إذا تحجبت ترى ما تتزوجين إذا تحجبت ترى صاحبك صديقك الذي بينك ومينها علاقة يتركك إذا تحجبت ترى يقول الناس ما هذه المرأة القبيحة أو كذا تجد من الناس من يخوفها من الهداية هؤلاء يحاولون أن يحولوا بينه وبين الدين بأن لا يذكروا الأشياء المرغبة في الإسلام لم يقولوا له يا أعشى إذا أسلمت شعرت براحة عظيمة يا أعشى إذا أسلمت شعرت باطمئنان يا أعشى إذا أسلمت دخلت في الجنة لا بدأوا يذكرون له شهوات ومتعلق بها قالوا له يا أعشى إن محمدًا يحرم الزنا ها انتبه ترى تسلم حرام الزنا ننصحك تبقى على دينك وتزني قال أنا شيخ كبير وليس لي في الزنا حاجة أنا رجال عمري مئة سنة ليس لي في الزنا حاجة ما هم من الزنا حرام الله حلال أنا أصلا ما أزني ثم مضى فتعلقوا به قالوا يا أعشى قالوا نعم قالوا إن محمدًا يحرم الخمر آه انتبه ترى إن أسلمت من اليوم وما بعده ما في خمر قال إن الخمر مذهبة للعقل مذلة للرجل وأنا أصلا ما أشرب الخمر اتركوني وأراد يمضي نظرت قريش في بعضهم البعض قالوا مشكلة هذا إن أسلم تعلقوا به قالوا يا أعشى قالوا نعم قالوا له يا أعشى هل تبقى على دينك ونعطيك مئة ناقة مئة ناقة هذه يا جماعة تعتبر بالنسبة إليه بل بالنسبة إليهم جميعا ثروة يعني الناقة الواحدة تباع يعني بما يعادل ربما ألفين دينار أو قريبا من ذلك أو أقل بقليل يعني يعطونه أكثر من مئة ألف أو مئتين ألف هذا يعتبر ثروة بالنسبة إليه قالوا له ابقى على دينك ونعطيك مئة ناقة والناقة عندهم لها ثمن لأنهم إن أرادوا أن يسافروا فعلى الناقة إن أرادوا أن يقاتلوا ارتحلوا على الناقة إن أرادوا أن يستخرجوا الماء من البئر يستعملون الناقة والجمل إن أراد أحدهم أن يتزوج ساق المهر من ناقة وجمل من الإبل إن أراد أحدهم أن يحتطب حطبا لبيته ركب على الناقة الناقة بالنسبة إليهم هي كل حياتهم يعطونه مئة ناقة قالوا نعم نعطيك مئة ناقة قال تجمعون أهليه الآن قالوا نعم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يكبر ابن آدم يكبر ابن آدم وقلبه شاب على حب اثنتين طول الأمل وحب المال أو قال حب الدنيا وطول الأمل الواحد تجد سبحان الله ربما يصل عمره إلى مئة سنة وعنده ربما من الأموال الشيء العظيم ثم يخرج من المسجد أو يمشي بالطريق ويرى فقيرا ثم يخرج المال ويمر على العشر الدنانير ويوخرها ويمر على الخمسة ويبعدها ويمر على الدينار ثم يطلع الحديد من بقايا الدنانير وأنصافها وأرباعها ويعطي هذا الفقير فتقول له طيب يا أخي أنت تملك يا أخي مئات الآلاف وأنت عمرك الآن تسعون سنة أو مئة سنة ماذا ستفعل بالمال الذي تجمعه عليك غرمه ولغيرك غنمه غيرك سيستمتع به لكنه لا يستطيع أن ينتزع المال ليتصدق به يكبر ابن آدم وقلبه شاب على حب المال قال لهم الأعشاء تجمعونها لي الآن قالوا له نعم نجمعها الآن قال افعلوا فبدأ الكفار يجمعونها وقد يسأل سائل ويقول طيب يا شيخ ماذا يستفيد أبو جهل لما يغرم عشر من الإبل يتبرع بها هو يستفيد إيش نحن عندما نتبرع لمسجد أو نتبرع لطباعة كتاب الخير أو نتبرع لفقير إنما نخرج المال المحبوب إلينا نخرجه طلبا لما عند الله تعالى من الأجر لكن أنت يا أبا جهل تخرج مئة من الإبل أو عشرة من الإبل من الذي سيكافئك ما أنت أصلا تنكر الدار الآخرة والجنة والنار واليوم الآخر كله من الذي سيكافئك لكنها عداوة للدين هكذا فيه ناس سبحان الله امتلأت قلوبهم ببغض الإسلام وبغض الدين وبغض أي مظهر من مظاهر الإسلام وتجد أن إذا رأى امرأة المحجبة كأنه قد رأى شيطانا مريدا لا يتحمل أن يراها لأنها تمثل الإسلام إذا رأى رجلا مصليا أو رأى رجلا ملتحيا أو رأى رجلا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر أو رأى دعيا إلى الله أو رأى اجتماعا في مسجد مثل هذا الاجتماع تقطع قلبه وانفجرت نفسه ما يحب أن ينتصر الإسلام ولا أن يظهر كما قال الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله قال الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون هم ينفقون أموالهم ويعملون لأجل حرب الإسلام ومع ذلك والله إن إنفاقهم وعملهم في تباب ولا يطرح الله تعالى البركة فيه أبدا مهما أنفقوا من أموال فلا بركة فيها ومهما حاولوا أن يسرعوا من نظم وقوانين لصد الناس عن الإسلام فإنهم لا يحاربون المسلمين إنما يحاربون الله يحاربون شرع الله ولا يغلبن مغالب الغلابي يريدون ليطفئوا نور الله بماذا؟ بأفواههم واحد واقف يريد أن يطفئ نور الله الذي أشرق في الدنيا لا يستطيع بأفواههم قال الله والله متم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره الإسلام ماضي وقائم وهو طوفان هادر لا يستطيع أحد أن يقف أمامه مجنون الذي يقول أن سأقف ضد الإسلام أو سوف أحول بين الناس وبين دينهم أو سأحول بين الناس وبين الهداية هذا مجنون لا يعرف سنن الكون ولم يقرأ التاريخ قريش جمعت له مئة ناقة إغراء مثل الذي يقول لك مثلا أترك الصلاة وأفعل كذا انزعي حجابك وأوظفك في المكان الفلاني ارضى أن تعمل مع مكان فيه فساد أو تعال اشتغل في هذا المكان الذي فيه أمور فاسدة وأزيدك في الراتب إغراءات قالوا له لا تسلموا هذه مئة ناقة فجعلوا يجمعون له المال حتى جمعوا له مئة ناقة فأخذها وساقها أمامه وهو ينظر إليها ابتهجا بهذا المال فرحا به يفكر كيف أفعل بهذا المال إذا رجعت سأكون أكثر قومي مالا أنا أكثرهم إبلا أنا أكثرهم ثروة فرحان بهذا فلما كاد أن يصل إلى ديار قومه دخلت يد الجمل الذي هو راكم عليه دخلت في جحر إما جحر عقرب إما جحر شيء من الزواحف والدواب دخلت في الجحر فمال الجمل وسقط وسقط الرجل من فوقه واندقت رقبته ومات خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين لم يستمتع بدنياه وبأمواله ولم يوفق إلى تلك الهداية ما استطع أن يتخذ القرار لم يستطع أن يتخذ قرارا شجاعا بإصلاح نفسه كل إنسان عنده إيمان في قلبه وحب لله جل وعلا ينبغي أن يعود نفسه وأن يتخذ القرار بإصلاح نفسه أنا عندي أخطاء تتعلق بوالدي اتخذ القرار الآن بإصلاح نفسه عندي أخطاء تتعلق بتقصيري في صلاة الجماعة الآن اتخذ قرارك أنا عندي أخطاء تتعلق بتعاملي مع زوجتي بإهمالي لأولادي الآن اتخذ قرارك عندي أخطاء تتعلق بوقوع في شيء من الفواحش أو شيء من شرب الخمر الآن اتخذ قرارك امرأة عندها أخطاء تتعلق بتساهلها بحجابها أو ربما بإقامة علاقات محرمة الآن اتخذ قرارك الدنيا قصيرة وربما هجم الموت على الإنسان وحال بينه وبين التوبة يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ذكر في كتابه الروح عدداً من أحوال الناس الذين ترددوا في اتخاذ قرار التوبة ذكر شيئاً من قصصهم وذكر أحوالهم عند الموت قال وكان أحدهم آكلاً للرباء يقول فقيل له عند موته يا فلان قل لا إله إلا الله قال فالتفت وقال كم قيل له قل لا إله إلا الله قال كم يعني كم الفلوس كم عشرة بإثني عشر لا أرضى بأقل من ذلك عشرة بإثني عشر عشرة بإثني عشر يعني يا سلفك عشرة وترجعها إثني عشر رباء متعود على هذا مع الناس لا أرضى بأقل من ذلك عشرة بإثني عشر حتى مات وهو على هذا الحال وقال ابن القيم أيضاً وحضر الموت أحدهم ممن كان متعلقاً بالمعازف والأغاني قال فلما كان عند موته قيل له يا فلان قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قال فبدأ يردد الأغاني قال حتى ثقل لسانه فجعل يلحن يقول دندنا 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 قال حتى مات وهو يرددها وذكر القرطبي عن عبد العزيز بن أبي روات قال حضرت عند رجل يموت قال فقيل له قل لا إله إلا الله فثقل لسانه ما استطاع لأن الله تعالى يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت عند الموت الذين آمنوا الذي اتخذ قرارات بترك المنكرات وعمل الطاعات الذي يكون نائماً ويسمع الأذان لصلاة الفجر عنده قدرة يتخذ قراراً بالاستيقاظ والذهاب للصلاة في شدة البرد أو الحر الذي يجلس أمام التلفاز وربما كان معه الريموت كنترول ثم يعرض أمام الشيء محرم عنده قدراً يتخذ قراراً صالحاً ويغير هذا اللي عنده إيمان يتحكم فيه إيمانه ويسوقه إلى الخير يقول عبد العزيز بن أبي روات حضرت عند رجل يموت قال فقيل له عند موته قل لا إله إلا الله قال فتقل لسانه عنها فأعادوها عليه قالوا قل لا إله إلا الله يا فلان قل لا إله إلا الله قال فثقل لسانه وجعل يشهق قال فلما أكثروا عليه التفت إليهم ثم قال وما تنفعني لا إله إلا الله وما أعلم أني صليت صلاة منذ بلغت ثم مات على ذلك ثم قال عبد العزيز بن أبي رواد موسياً أصحابه قال فاحذروا الذنوب فإنها لا تزال بالرجل حتى تفضحه عند موته الإنسان يا أحبابي وأخواتي الكريمات إذا اتخذ قراراً بإصلاح نفسه قبل أن ينزل به موت يحول بينه وبين ذلك عبد الملك بن مروان الخليفة العظيم قالوا كان من كثرة المال عنده يرسل الناس يعملون له بالتجارة يعطي هذا مئة ألف يقول اذهب تاجر في الشام وأنت اذهب تاجر في أفريقيا وأنت اذهب تاجر وأحضروا إلي الأرباح قال فلما كان على فراش الموت جاء فلان من السفر فأدخلوه عليه قال وجاء بذهب كثير قد ربحه قال فطرحه بين يديه وقال يا أيها الأمير قد ربحت كذا وكذا يريد فرحه قال فنظر إليها ثم قال يا ليتها كانت بعراً والبعر هو الذي يخرج من البعير الغاءة الذي يخرج من البعير قال يا ليتها كانت بعراً يا ليتها كانت بعراً يا ليتها كانت بعراً ما أغنى عني مالية افتحوا النوافذ افتحوا النوافذ افتحوا النافذة قال ففتحوا النافذة فنظر يريد هوى نظر وإذا بجانب قصره دكان لغسال يغسل الملابس ثم يعصرها ويعلقها وربما ضربها على خشب لأجل أن يقل الماء حتى تنشف سريعا فجعل ينظر إلى الغسال ثم قال يا ليتني كنت غسالا يا ليتني كنت نجارا يا ليتني كنت حدادا يا ليتني لم ألي من أمر المؤمنين شيئا يا ليتني وجعل يبكي حتى مات هارون رشيد قالوا قبل موته بأسبوعين مر يوما ذاهبا إلى فسحه تفسح قالوا ففي أثناء رجوعه مر وإذا رجل اسمه بهلول بهلول هذا كان رجلا يعني مجنونا لكنه ربما خرج منه حكمة قالوا فجاء لي هارون قال مرحبا يا بهلول قال مرحبا يا أمير المؤمنين قال عظني يا بهلول عظني يا بهلول أعطني موعظة فقال له بهلول يا أمير المؤمنين كم بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك نبي عليه الصلاة والسلام كان نبيا وهو الرئيس هو الملك على قومه ومات صلوات ربي وسلامه عليه وجاء الخلفاء الأربعة وجاءت دولة بني أمية ودولة بني العباس جاء خلفاء وملوك وأمراء متتابعون حتى وصلت إلى هارون قال له كم بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك قال كثير قال فأينهم الآن قال في القبور فقال يا أمير المؤمنين هذه قبورهم وتلك قصورهم فما نفعتهم قصورهم في قبورهم قال أحسنت يا بهلول زدني فجعل يزيده حتى بكى هارون ثم ذهب إلى بيته قال ولم يمضي عليه أسبوعان حتى نزل به الموت قال فلما نزل به الموت قال لهم أنزلوني من على السرير فأنزلوه حتى وضعوه على الأرض قال اكشفوا البساط من تحتي فكشفوا البسط ملك وبالتالي عنده على الأرض أرائك وعنده بسط وفرش وفراء كشفوها كلها حتى صار على التراب فجعل يمرغ خده في التراب يمرغ خده ويرفع بصره إلى السماء ويقول يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه لأنه يعلم أن الله هو الحي الذي لا يمت تقدس وتفرد بالديمومة والبقاء وطوق عباده بطوق الفناء وفرقهم بما كتب عليهم من السعادة أو الشقاء هو سبحانه الملك العظيم الذي عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع يعلم أنه يعبد ربا يعلم السرائر والضمائر هو الأول الآخر الباطن الظاهر يعلم أن له ربا هو فارج الكربات وهو مفرق الجماعات وهو مالك الملك جل جلاله لا يغيب عن بصره أحد ولا يختفي عنه أحد يعلم أنه مقبل على رب عظيم له أعظم الملك وأعظم السلطان كم قسم من ظهور القياصرة وكم كسر من ظهور الأكاسرة يعلم أنه إن أحسن علاقته بالله وأقبل وهو رب وهله رب راض عنه كما قال عز وجل يحبهم ويحبونه إن امتلأ القلب بحب الله أقبل على الله تعالى يقبالا حسنا لكن المصيبة إن كان العبد مقبلا على الله وهو قد اختلط حب الله بحب غيره وبالتالي بدأ يقع في المعصية تلو المعصية فكأن أهلك قد تعوك فلم تسمع وأنت محشرج الصدر اعمل لمر حوادث الدهر فلتحمدن مغبة الصبر وامهد لنفسك قبل ميتتها واذخر ليوم تفاضل الدخري فكأن أهلك قد دعوك فلم تسمع وأنت محشرج الصدر وكأنهم قد هيأوك بما يتهيأ الهلك من العطري وكأنهم قد قلبوك على ظهر السرير وأنت لا تدري يا ليت شعريا كيف أنت على ظهر السرير وظلمة القبر أم ليت شعري كيف أنت إذا وضع الحساب صبيحة الحشر أم ليت شعري كيف أنت إذا لقي العباد الرب والقبر كيف أنت يكون حالك يوم القيامة واحد من الإخوة يعمل في إدارة عندنا في الرياض هذه الإدارة متخصصة في أمن الطرق الطرق السريعة قد يكون عندها أحيانا شخص تعطل سيارته ربما قاطع طريق من الناس فهم يعملون على أمنها يقول كنا نسير على الطرق السريعة هذه وظيفتنا إذا رأينا أحدا نظرنا في حاله يقول وإذا بحادث سيارة فيها أحد الشباب قال فنزلنا مباشرة إليه واتصلنا بالإسعاف ليأتي فخشينا أن يتأخر فحملناه معنا في السيارة قال سيارتنا جيب سيارة شرطة غير مهيئة لكن لأجلنا ندرك الإسعاف قال فجئنا وحملناه معنا وإذا شاب قال والسيارة لا يزال كان صوت الغناء يضرب بصوت عالي حتى إني وأنا أخرجه أريد أن أطفئ السيارة حتى ما تحترق يقول فحملناه وضعناه معنا في الخلف ومشينا بسرعة فقال لي صاحبي قم إليه لقنه الشهادة اقفز إليه في الخلف إن كان يحتاج إن كان يموت لقنه الشهادة قال فقفزت إليه وجئت إليه وإذا الدماء وإذا عيناه تنظريان يمينا ويسارا قلت له يا ابني قل لا إله إلا الله قال فنظر إلي قلت قل لا إله إلا الله فنظر إلي قلت اسمعني قال أسمعك قلت اسمعني طيب قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا أنت أسمع قال أسمع قل طيب قل لا إله إلا الله قال فجعل يبكي ويقول ما أقدر ما أقدر ما أقدر يعني ما أستطيع ما أستطيع ما أقدر حتى أمات إي والله قل جعل يقول ما أقدر ما أقدر حتى أمات يقول فمرت الأيام حتى نسيت تلك القصة يقول وإذا بحادث آخر ونزلنا وإذا رجل مع السيارة كبيرة يعني سوبر بان جمس فيها أكياس رز وأكياس طحين صغار وزيت وشاي ما ندري هذا تاجر يبيع ولا يتصدق ما ندري وإذا رجل ملتحي وقد انقلبت به السيارة وتبعثرت الأغراض وإذا الرجل أيضا في حالة مزرية قال فدخلنا واستخرجناه وحملناه معنا قال فأسرعنا إلى المستشفى فقال لي صاحبي شخص آخر غيره يقول اقفز إليه قال فقفزت إليه وجئت إليه قلت له أنت حي قال فرفع بصره إليه قلت قل لا إله إلا الله يقول وأراه يقول وأراه يردد شيئا بلسانه يقول قلت له قل لا إله إلا الله وهو من شدة الألم لا يتجاوب معي لكن يردد شيئا بلسانه قال فقربت أذني لأنظر ماذا يقول لي وإذا هو يقرأ القرآن وإذا هو يقرأ القرآن قال فخجلت أني أذكر مثل هذا بالله وإذا هو يقرأ القرآن قال أسرعنا به إلى المستشفى فلم نصل إلى المستشفى إلا وقد مات فاتصلنا على أهله من خلال هاتفه فجاءوا والله إن وجهه يقول يا شيخ والله وجهه نور ليس وجهه فيه نور يقول وجهه نور فجاء أهله يبكون عليه يقول فكنت أسأل أهله أقول حدثوني عنه قالوا هذا الرجل له جدة تسكن في قرية وهو موظف عندنا في الرياض في المدينة وحاول في جدة أن تأتي لتسكن عندنا في الرياض فأبت قالت أريد القرية وأريد العجائز التي عندي يقول فكان في كل أسبوع ينتهي من دوامه يمر السوق يشتري أكياس رز وأكياس طحين وعدد من الصدقات ويمضي إلى جدته يسلم عليها ويوزع هذه الغلال هذه الأطعمة يتصدق بها على الفقراء في تلك القرية وقد مضى له أربع سنوات على هذا الحال فلا تعجب أن ختم له بمثل ذلك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ليست القضية أن تقول ربي الله وأنا مؤمن لا يا ابني القضية يا ابني أنك تستقيم على الدين أنك تثبت على الدين ليست القضية أن تلتزم لك شهر وشهرين القضية أن تثبت عليه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما قال أسلم وسكت لا يقول الوعد الموت يا مؤمنين يا مؤمنون اثبتوا حتى الموت على إيمانكم يست القضية أني أصلي الفجر أسبوع وأسبوعين في المسجد أو أترك سماع الحرام أسبوع وأسبوعين أو الفتاة تضع الحجاب على رأسها أسبوعا وأسبوعين كلا إنما من الذي يثبت يقول ربنا جل وعلا هنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما حالهم عند الموت تتنزل عليهم الملائكة ماذا تقول لهم ألا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه لا تخافوا من القبر لا أنتم آمنون قبرك روضهم رياض الجنة لا تخاف من المرور على الصراط سيثبتك الله ألا تخافوا ولا تحزنوا لا تحزن على أولادك الذين تركتهم لأن الله سيرعاهم لا تحزن على أهلك الله سيرعاهم ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا طيب ما حالنا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم إذا كان الله وليك فأبشر بالخير فمن الذي يملك الملك إلا الله من الذي يملك الجنة والنار إلا الله من الذي يحاسب العباد الله من الذي يغفر للعباد الله من الذي يعذب من يشاء الله من الذي يرحم من يشاء الله أنت عندما تدري عند الموت أنك مقبل على الله فالله تعالى يقول لك هنا نحن أولياؤكم أنا وليك يا عبدي أنا اللي أغفر لك يا عبدي وأستقبلك يا عبدي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نحفظ أهلكم وفي الآخرة نغفر لكم ولكم فيها في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون كل ما تطلبون ما تدعون كل ما تطلبون إن أردت أن تنظر إلى وجه ربنا نظرت وهو أعظم اللذات في الجنة والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان أعلى النعيم نعيم رؤية ربنا أعلى النعيم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى ربنا وقد أعطيتنا ما نرجو وأمنتنا مما نخاف وقد أدخلتنا الجنة وأعذتنا من النار فيقول الله تعالى إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيه وعد الله وعدكم به في الدنيا يريد أن يعطيكموه الآن فيقولون وما هو يا ربي ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة ألم تعذنا من النار قال فيكشف الله الحجاب عن وجهه فينظرون إليه فلا ينصرفون إلى شيء من النعيم ما دام ينظرون إلى وجه الله تعالى أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه هذا أعلى نعيم أهل الجنة وأعلاهم نعيما هو من يرى الله تعالى بكرة وعشيا اشتاقت قلوبهم إلى ربهم فاستحقوا أن ينظروا إليه الإنسان الذي يحمي بصره عن الحرام أنا أحمي بصري لإني أريد هذا البصر أن ينظر إلى وجه الله ما أريد أدنسة الدنيا أحمي لساني لإني أريد هذا اللسان إذا قال الله تعالى هل رضيتم فأقول نعم هذا اللسان الذي يتكلم في ذلك الموقف لا أريده أن يدنس في الدنيا بكلام حرام يقول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ويقول الله جل وعلا عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الكفار ما ينظرون إلى الله لكن لما حجب أعداءه استحق أولياءه أن ينظروا إليه جل وعلا للذين أحسنوا الحسنة وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة الإنسان إذا كان عند الموت وتخيل ذلك فرح به نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك بعدما ذكر حال المؤمن عند الموت ذكر في الآية التي بعده أعظم الأعمال الصالحة وقال جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله هذه وظيفة الأنبياء وأتباعهم وظيفة الأنبياء وأتباعهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أيها الإخوة الكرام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة اتخذوا القرار الشجاع وتحملوا حتى رفع الله تعالى قدرهم بلال الذي كان يعذب ولا يلتفت إليه وكان من هوانه على سيده من شدة هوانه على سيده أنه يربط قدميه بالحبال ثم ينادي صبيان مكة يقول تعالوا إلعبوا تعالوا يقولون ماذا يقول إسحبوا هذا العبد هكذا دائرة يبدأون يسحبونه على الأرض وجسده يتقطع برمضاء مكة تعذيب لكن بلالا كان جبلا أسدا ثابتا ثم تمضي السنين ويذبح أميه بن خلف الذي كان يعذب بلالا يخرج إلى معركة بدر فيصاب في المعركة ويقبل إليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هل رأيت عبد الله بن مسعود لم تره لكنه كان قصيرا كان دقيق الساقين ما كان جسمه كبير كان دقيق الساقين لكن ساقاه أثقل في الميزان من جبل أحد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك يقبل عبد الله بن مسعود حتى يرقى على صدر أميه بن خلف وهو أيضا الذي رقى على صدر أبي جهل وذبحه ثم يقتله في تلك المعركة وبلال يبقى مؤذنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ويرفعه الله حتى يفتح الله تعالى للمؤمنين مكة ويجتمعون حول الكعبة ويرقى بلال فوق الكعبة يؤذن بعدما كان يسحب على التراب عند الكعبة لأنه آمن لم يمضي سنوات حتى رفع الله تعالى قدره والله يقول والعاقبة لمن؟ للمتقين والعاقبة للمتقين إذا صبر الإنسان وثبت على دينه وأحسن علاقته بالله جل وعلا وأحسن ما بينه وبين الله وأقام شعائره وثبت عند الفتن ثبت كلما جاءت فتنه يثبت أكثر عليها ويثبت على الثانية والثالثة كلما ثبت على الفتن أكثر فأكثر فالله تعالى يقول والعاقبة للمتقين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه أسأل الله أن يحفظكم يا أهل صفاقص خاصة ويا أهل تونس عامة وأسأل الله أن يجمع شملكم وأن يسر أمركم وأن يثبتنا وإياكم على دينه وأسأل الله كما جمعنا في جامع اللخمي في صفاقص أسأل الله أن يجمعنا يوم القيامة في جنة مع المتقين الأبرار والأندياء الأطهار أشكر لكم استماعكم أشكر لأصحاب الفضيلة جزاهم الله خير استماعهم وحرصهم وحقيقة أنا أعتبر نفسي كرمت اليوم عدة مكرمات منها أني تحدثت إليكم أيها الأفاضل أيها الشعب الطيب ومنها أني جلست بجانب المشايخ الفضلاء والعلماء الأكابر جزاهم الله خير ومنها أيضا أن الله تعالى تفضل علي أن زرتكم فأسأل الله أن يتبتنا وإيضا